هناك ملاحظات أحببت أن أذكركم بها الملاحظة الأولى خلاصة وجيزة لما تم ذكره في هذا البرنامج عبر الحلقات لا بد أن تعرفوا من أنه من الحلقة واحد إلى الحلقة الثالثة والتسعين من حلقة واحد إلى حلقة الثلاثة وتسعين إنها حلقة يوم أمس عدد الساعات من حلقة واحد إلى حلقة ثلاثة وتسعين باستثناء هذه الحلقة فهذه الحلقة لم يكن وقتها معدودا ومحسوبا ميتين وخمس ساعة وثلاثة عش دقيقة وسبعة وخمسين ثاني هذا هو عدد ساعات هذا البرنامج والذي هو موسوعة متلفزة اجتملت على الكثير والكثير من المطالب والمعارف فمن حلقة واحد إلى حلقة ثلاثة وتسعين ميتين وخمس ساعة وثلاثة عش دقيقة وسبعة وخمسين ثانية إذا أردت أن أحولها إلى ورق مطبوع فإن عدد الأوراق سيتجاوز الأربعة آلاف ورقة يعني هذا البرنامج لو طبع سيطبع في ثمانية مجلدات وكل مجلد يصل إلى خمسمائة صفحة وربما أكثر هذا الكلام كلام دقيق أنا لا أقول الكلام هنا وأتركه على عواهنه هذا كلام دقيق فهذا العدد من الساعات إذا أردت أن أحوله إلى ورق مطبوع في كتب مطبوعة سيتجاوز الأربعة آلاف صفحة من حلقة واحد إلى حلقة أربعة وخمسين كان الحديث ضمن هذا العنوان بانوراما بانوراما الظهور المهدوي لوحة البانوراما كانت ما بين حلقة واحد إلى نهاية حلقة أربعة وخمسين من حلقة خمسة وخمسين إلى حلقة خمسة وثمانين ملحق البانوراما في ثلاثة عنوين العنوان الأول دجال سجستان في سبع حلقات العنوان الثاني حوزة الحمير في ستعش حلقة العنوان الثالث العالم من حولنا في ثمان حلقات ثم تأتي الخاتمة الخاتمة في تسع حلقات وهذه الحلقة الأخيرة الجزء التاسع من أجزاء الخاتمة يكون المجموع ما بين الملحق والخاتمة يكون المجموع أربعين حلقة فعندنا أربعة وخمسين حلقة البانوراما وعندنا واحد وثلاثين حلقة الملحق وعندنا تسع حلقات الخاتمة هذه حكاية الحلقات من الحلقة واحد إلى الحلقة الرابعة والتسعين وهي التي بين أيدينا نذهب إلى فاصل اللهم تسع حلقات تسع حلقات تسع حلقات تسع حلقات تسع حلقات تسع حلقات خلسنا من النار الملاحظة الثانية البرنامج أثبت صحة الروايات وصحة المنهج المتبع في هذا البرنامج وهو هو نفسه المنهج الذي أتبعه في سائر برامج المتقدمة والتي ستأتينا في قادم الأيام إن بقينا أحياء فهذا البرنامج أثبت صحة الروايات وهي بحسب قذارات حوزة النجف بحسب خراء المذهب الطوسي هي روايات ضعيفة لكن البرنامج أثبت صحتها لأنها شكلت لوحة واحدة إذا حذفنا أي رواية من تلك الروايات التي رسمت لنا بانوراما الظهور المهدوي فإن اللوحة ستصبح مخرومة وهي هي ستطالبنا بتلك الرواية لإكمالها وهذا أدل دليل على صحة الروايات وعلى صحة المنهج المتبع وأعتقد أن كل من تابع البرنامج من حلقته الأولى إلى هذه الحلقة تلمس هذه الحقيقة بوضوح إذن البرنامج أثبت صحة الروايات وصحة المنهج وفي الوقت نفسه أبطل منهج السقيفتين علميا وعقائديا لأن البرنامج حين أثبت الحقائق والتي هي تتنافر تنافرا كليا مع سقيفة بني ساعدة ومع سقيفة بني طوسي على المستوى العلمي وعلى المستوى العقائدي لما أثبت البرنامج مضمون حقائقه وحقائق مضمونه فهذا أدل دليل على بطلان منهج السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي البرنامج أيضا أثبت صحة الوثائق التي عرضت في ملحق البانوراما الوثائق التي عرضت في حلقات دجال سجستان وكذلك ما عرض من الوثائق في حلقات حوزة الحمير وما عرض من الوثائق في حلقات العالم من حولنا وما عرض أيضا من الوثائق في خاتمة البرنامج هذه الوثائق حقيقية لأنها تتكامل مع بعضها بعضها يؤيد البعض الآخر وبعضها يشرح البعض الآخر فتأتي النتائج متكاملة واضحة جلية بين هناك أمر يرتبط بهذا الموضوع يقولون عني من أنني حين أنتقد بعض الأشخاص آتي بهم نماذج لتوضيح ما أذكره من الحقائق يقولون من أن عداوة شخصية فيما بين وبينه لا توجد أي عداوة شخصية فيما بين وبين كل الذين تحدثت عنه على الإطلاق لا توجد أي عداوة شخصية على الإطلاق هذه أكاذيب يقولون عني من أنني أبحث عن السقطات وهذه أكاذيب أنا لا أبحث عن السقطات فأنا نفسي عندي سقطات السقطات هي الأخطاء والاشتباهات التي سببها الطبيعة البشرية أنا لا أبحث عن أمور يكون السبب فيها النقص البشري أني لا أبحث عن هذه الأمور لأنني أنا نفسي معرض لهذا إنني أتحدث عن المناهج أنا لا أعبأ بالأشخاص بما هم هم وإنما أتحدث عن الأشخاص لأنني مضطر كي أوصل الفكرة عن ضلال منهجهم كيف أتحدث عن ضلال منهجهم إلا عبر الحديث عن الأشخاص يقولون عني من أنني أقوم بعملية تسقيط أنا لا أحتاج إلى عملية تسقيط لأناس هم ساقطون أصلا فلماذا أسقطهم هم ساقطون أصلا أنا أقوم بعملية كشف عملية التسقيط هذا شأن المراجع لأن التسقيط يكون معتمدا على الأكاذيب وأنا أتحداهم أن ذكرت شيئا من الأكاذيب فحينما أنتقد الأشخاص يكون كلامي مستندا إلى الوثائق التي لا يستطيعون ردها ردوني ردوني وإذا ثبت صدق كلامكم فأنا مدين بالاعتذار إليكم ولكم الحق في أن تحكموا علي بما تريدون أن تحكموا ضمن الموازين الشرعية وسأ سأستجيب لذلك هذا الكلام كله يقال لأنهم عاجزون عن الرد لو كانوا قادرين على الرد لردوا لردوا لكنهم عاجزون لماذا؟ لأنني أتحدث بعلم وبحق وبصدق وبثقافة واضحة أتحدث بالوثائق الصحيحة والحقائق الناصعة والدقائق البينة هذا هو حديثي وهذه طبيعة برامجي وأعتقد أن المشاهدين الذين أدمنوا مشاهدة هذه القناة يعرفون هذه الحقيقة بنحو جلي وواضح ملاحظة أخرى الحلقات 22 23 24 من هذا البرنامج 22 23 24 هذه الحلقات تحدثت فيها بشكل مركز عن فتنة المدينة بعد الظهور الشريف وكيف أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيقوم بنبشي القبرين بنبشي قبر أبي بكر وعمار وهذا موجود في رواياتنا وبنحو واضح وتحدثت عن هذا الموضوع وفصلت القول فيه فأكثر القول كان في هذه الحلقات 22 23 24 لقطة نجفية مرجعية نجف هذه معلومة دقيقة أرسلوا أشخاصا من النجف إلى القاهرة وهم يحملون معهم هذه الحلقات لتهييجهم ضدي وضد القناة مع أن الناس هناك يتابعون البرامج بحسب المعلومات التي لدي ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هل هؤلاء شيعة طلب 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 بسيط من أبو حسن أبو حسن محمد رضا السيستاني أن يبلغ تحياتي إلى صديقه في القاهرة نشأت سلم له وعي عنه نشأت صديقك في القاهرة وقل له إذا يريد يجي لندن يجيز جماعة لندن احنا خدمته هنا موجودين في لندن أي خدمة يريدها احنا برسم الخدمة فسلم له آية علي سلم لي على صديقك نشأت يا أبو حسن سؤالي هو هذا هل هؤلاء شيعة يأخذون هذه الحلقات ويذهبون بها إلى القاهرة إلى المؤسسة الدينية الفاعلة هناك لأن تلك المؤسسة تمتلك من العلاقات مع الأوروبيين يمكنهم من خلالها أن يغلقوا قناة القمر مثلاً أن يؤثروا على عملنا بشكل وبآخر السؤال هنا هل هؤلاء شيعة تتذكرون الروايات والأحاديث التي تقول من أن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال الحديث المروي عن إمامنا الرضا وحين يسأل السائل كيف يكون هذا بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا فهؤلاء فتنتهم أشد من فتنة الدجال على الشيعة هذه اللقطة حقيقية حقيقية صدقوني وعندي تفاصيلها لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل التفاصيل وردتني من القاهرة بنحو كامل التفاصيل كاملة عندي لا أريد الحديث عنها لكنها لقطة حقيقية الملاحظة الرابعة تنبيهات وتوضيحات مهمة جدا هذه ملاحظة تتفرع إلى ملاحظات تقع تحت هذا العنوان تنبيهات وتوضيحات مهمة جدا أولا كلما كثر كلام المتكلم كثرت هفواته وأنا أتكلم كثيرا فإذا ما وجدتم هفوة في كلامي فإني لست قاصدها وإذا ما أسأت التعبير في بياني مطلب من المطالب فخذوا كل ذلك وألقوه في المزبلة اعتمدوا من كلامي ما كان صحيحا وما كان دقيقا وما كان واضحا وبينا ويأتي منسجما مع آيات الكتاب الكريم التي أذكرها ومع أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم ومع رواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم دون ذلك فإن كلامي لا قيمة له اجمعوه بكله وألقوه في المزبلة لأنني أتكلم كثيرا والذي يتكلم كثيرا تكثر هفواته وتكثر سقطاته فما وجدتم في كلامي من هفوة أو من سقطة أو من سوء تعبير أو من عدم قدرتي على البيان بنحو واضح في مطلب من المطالب لا تنشغلوا به لا قيمة له لا قيمة له خذوا كل ذلك وألقوا به في المزبلة اعتمدوا كلامي الذي يستند إلى قرآنهم بشكل واضح وإلى حديثهم بشكل واضح وإلى أدعيتهم وزياراتهم الشريفة أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الملاحظة في برنامجي هذا في برامجي السابقة وفي برامجي القادمة إن وفقت لذلك الملاحظة الثانية البرامج السابقة واللاحقة كلها مهمة لكن الأهمية تكون للبرنامج المتأخر هذه قاعدة أقدمها للذين يتابعون برامجي وأخص بها أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن البرامج كلها مهمة السابقة واللاحقة ولكن البرامج الأهم هي البرامج المتأخرة لأنها تأتي منسجمة مع الزمان وتغيراته فهذه البرامج تبث بثا مباشرا وأنا أنطلق في حديثي من واقع زماني أعايشه وهذا الأمر طبيعي جدا وواضح جدا ثالثا تابعوا الإعادات تابعوها بجدية بجدية لماذا ليس لأن البرامج برامجي وحق الزهراء أنا لا قيمة لي هذا هو نظري لنفسي لا قيمة لي القيمة لكل ما يرتبط بالعترة الطاهرة وقبل قليل قلت لكم من أن كلامي الذي فيه هفوة فيه خطأ فيه اجتباه هذا هو شعني ألقوا به في المزبلة الكلام الذي يرتبط بقرآنهم وحديثهم هو هذا الذي يجب عليكم أن تعتمدوه إذا كنتم تريدون أن تعتمدوا شيئا من هذه البرامج حين أقول لكم تابعوا الإعادات لهذا البرنامج ولغيره لكن الأولوية تكون للبرنامج المتأخر تابعوا الإعادات لأن حديث أهل البيت فياض وفوار كلما جددتم الاستماع إليه كلما وجدتم شيئا جديدا صدقوني هذه طبيعة القرآن وهذه طبيعة أحاديثهم صلوات الله عليهم القرآن يتجدد إذا كان الإنسان يتواصل معه بصدق وأحاديثهم الشريفة هي الأخرى تتجدد أيضا تابعوا الإعادات تابعوا الإعادات لأن حديث أهل البيت فياض وفوار يفيض عليكم ويفور عليكم بالجديد من المعاني لا بد أن أقول من أن حلقة اليوم ستعاد غدا لأهميتها وبعد غد سنعيد الحلقات التي عنوانها العالم من حولنا إنها ثماني حلقات وبعدها سيعاد بث البرنامج من أوله أتمنى عليكم أن تعيد دراسة هذا البرنامج وأن تجعل البرنامج هذا مادة إعلامية استخرجوا المطالب المعرفية المهمة وانشروها تعلموها وعلموا الآخرين استخرجوا الوثائق المهمة في هذا البرنامج وركزوا على الجانب المعرفي وعلى الجانب العقائدي خصوصا في الحلقات من الحلقة الأولى إلى الحلقة الرابعة والخمسين حيث رسمت لكم بانوراما الظهور المهدوي بعبارة أخرى تابعوا هذا البرنامج واشتغلوا عليه اشتغلوا عليه لأجل أنفسكم واشتغلوا عليه لأجل الآخرين نقطة أخيرة أقولها لكم وهذا الأمر راجع إليكم أقول لكم أقول للذين يملأهم الحماس لخدمة إمام زمانهم أقول للذين يشتغلون على إيجاد وصناعة تيار فكري عقائدي زهرائي مجتمعي أقول لهؤلاء جميعا الفرصة سانحة سانحة جدا تقولون لأي شيء إنها سانحة لزحفكم أتحدث عن زحف ثقافي حقائدي إعلامي الفرصة سانحة صدقوني لأن الآخرين بدأوا يتطوحون لا شأن لكم بهم لا تصطدموا بهم بدأوا يتطوحون وإلى سقوط سريع إلى سقوط سريع إن شاء الله إنني لا أتحدث في أجواء السياسة ولا أتحدث في أجواء الزعامة إنني أتحدث في أجواء العقيدة فإن الكثير من القلوب بدأت تتلمس الحقيقة وإن الكثير من العقول بدأت ترى حقائق دين العترة الطاهرة من الشيعة من السنة من غيرهما هذا الكلام أقوله لكم عن علم وعن معطيات وعن متابعة دقيقة لما يجري حولي وحولكم الفرصة سانحة لا تصطدم بالآخرين ولا تعطوا للأجهزة الحكومية مبررا كي يؤذوكم اشتغلوا بهدوء عملنا ثقافي فكري تحركوا في الاتجاهات الصحيحة ازحفوا 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 زحفا ثقافيا عقائديا إعلاميا في العالم الواقعي وفي العالم الافتراضي لقد آن أوان زحفنا فازحفوا ازحفوا روحي فداكم ازحفوا لقد آن الأوان الفرصة سانحة لا تفوت الفرصة لن أقول أكثر من ذلك وإنما أقول ما قاله الشاعر أشر أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى وأتمنى أن تعرفوا قيمة ما قدم لكم في هذا البرنامج لا لأنني قدمته هذا الأمر بالنسبة لي ليس مهما وإنما أتحدث عن أهمية ما قدم في هذا البرنامج لأجل أن تتنور العقول ولأجل أن تتعلم الشيعة الذين يريدون أن يتعلموا الطريقة السديدة في التفكير المضامين التي ذكرت في هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة تقوم بعملية تنظيف تنظيف للعقل الشيعي الذي تراكم فيه خراء الطوسيين وتكلس منذ زمان بعيد ترجمة نانسي قنقر